نصرة الأخبار من التلفزيون العربية في لندن وفي عنوينها أردوغان يعرب لبوتين عن أسفه لإسقاط المقاتلة الروسية قرب الحدود التركية السورية في نوفمبر الماضي تحفظ فلسطيني بعد إعلان تركيا وإسرائيل التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات قتل وجرح في هجمات الانتحارية في بلدة القاعة اللبنانية في البقاع الشمالي أهلا بكم قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن رئيس التركي رجب طي بردوغان بعث برسالة إلى نظيره الروسي بلاديمير بوتين أعرب فيها عن أسفه لإسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية قرب الحدود السورية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي من جانبه قال متحدث باسم الكريملين إن الرئيس التركي أعرب عن تعاطفه وتعازيه الحارة لعائلة الطيار الروسي الذي قتل في حدث إسقاط المقاتلة الروسية وأضاف المصدر أن أردوغان دعا إلى بذل جهود حتيثة لإصلاح العلاقات بين البلدين مؤكدا أن الرئيس التركي اعتبر أن روسيا شريك استراتيجي للتركية وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الصحفي المتخصص في شان التركي فراس البيبالي سيد فراس إذن ربما تركيا هي تتحرك الآن وفق منطق المصالح يقول البعض وبأنها تحاول أن تفك العزلة وأن لا تفقد ربما حلفاء آخرين هل برأيك هذه الدوافع الحقيقية والوحيدة للقرارات التركية الأخيرة التي شهدناها اليوم؟ أولا أود أن أشكركم على استضافتكم لي في قناتكم الموقرة طبعا تركيا قبل شهر لو تذكرون السيد نعمال قرطنوش نائب رئيس الوزراء صرح وقال أن تركيا ستغيس سياستها الخارجية على أربعة محاور منها المحور الإسرائيلي ومنها المحور الروسي فالسياسات الحادثة الآن في تركيا وفي الجنوب التركي طبعا تجعل تركيا تحتاج إلى تغيير في سياستها الخارجية نحن نعلم أن الأزمة السورية ألقت بأثقالها جدا على تركيا من ناحية الداخلية ومن ناحية الخارجية أيضا فإذلك ترى تركيا أن من الواجب إعادة النظر في السياسة الخارجية العلاقات التركية الروسية حسب ما ذكرتم أنتم في تقرير قبل قليل العلاقات هي استراتيجية كانت قبل يعني كانت العلاقات بين تركيا وروسيا تقريبا ما يعادل التبادل التجاري يصل إلى أكثر من 31 مليار دولار بعد إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة طبعا حدث هناك مشاكل ما بين تركيا وروسيا أدت إلى جمود نوعا ما في العلاقات التجارية بين البلدين هذا يستدعي إلى التغيير في النظرة أولا ثانيا ما يحدث في الجنوب التركي حقيقة يستدعي هناك خطر كبير ترى تركيا أنها تستدعي تغيير السياسة بشكل لا أقول بشكل مجمل لكن بشكل كبير إذن هل هذا التغيير سيد فراصو فيتجه نحو مزيد من التقارب مع روسيا خاصة بأن الحليف الأمريكي السابق هو الآن يدعم في الشمال السوري يدعم الأكراد بشكل صريح وعلى الأرض عسكريا نعم نعم أول شيء هو التجاهل الأمريكي للمخاوف التركية تركيا في عدة مرات طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية وحذرتها بأن ما يحدث في الشمال السوري هو خطير بالنسبة للأمن القومي التركي يعني ما يسمى بوحدات حماية الشعب الكردية أو ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية هذا الحزب ما يسمى في تركيا البي دي وهو فرع من حزب البي كاكا الإرهابي الذي قم بعمليات إرهابية في داخل تركيا تركيا ترى أن هذا الحزب لا يختلف كثيرا عن ذلك الحزب كلا هما إرهابيان فدعم أحدهما فهذا دعم أمريكا لهذا الحزب يصب في غير المصالح التركية أبدا لذلك على تركيا طبعا هذا من ناحية من ناحية أخرى العلاقات المتوترة مع روسيا ومن ناحية أخرى العلاقات التجارية سيد فراث ربما قد يتفهم البعض الدول الكبرى الإقليمية الكبرى وحتى العالمية الكبرى قد يتفهم البعض الموقف التركي بخصوص إعادة ترتيب أولوياته الإقليمية والدولية في المنطقة ولكن ماذا عن الجبهة الداخلية تركية من خلال هذه الخطوة التي قامت بها بإسقاط الطائرة الروسية ورفضها لانتهاك السيادة التركية على الحدود التركية السورية جعلت أردوغان في موقف قوة ألا يضعف هذا من جبهته الداخلية ويجعله عبر الاعتذار يتراجع؟ يعني أنا لا أريد أن أقول أنه هو اعتذار هو ليس اعتذار هو بالتعبير هو التأسف على ما حصل لطيار الروسي ومقتله وأدى هذا إلى أسف تأسف نعم 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 هذا التأسف الطيارة الروسية اخترقت الحدود التركية وأسقطتها تركيا في ذلك الوقت ونتيجة التصادم وارتفاع وطيرة حدة التوتر بين البلدين ترى تركيا حتى تذكرون تركيا في بداية الأمر لم تصعد أبدا كان التصعيد يأتي من الرئيس بوتين ومن روسيا تحديدا وكانت تركيا لا ترد في هذا المجال ولكن مع زيادة التوتر الذي صعدته روسيا بدأت تركيا في ردة الفعل بهذا البيان أنت سألت من النحية الداخلية أنا لا أرى أن الرئيس أردوغان نعم نعم عذرا على المقاطعة الصحفية المختص في الشأن التركي نعم في الصادرات التركية إلى روسيا نعتدر عن المقاطعة لضيق الوقت شكرا جزيلا لك فراس البيبالي الصحفية المختص في الشأن التركي على جملة هذه التفاصيل حدثنا من إسطنبول ونبقى في تركيا حيث أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل بعد تحقق الشروط التركية الثلاثة التي فرضتها أنقر في وقت سابق مقابل تطبيع العلاقات وأضاف يلدرم أن صيغة التفاهم التركي الإسرائيلي ستعرض على البرلمان التركي خلال الأيام الثلاثة المقبلة مرسلنا أحمد غنام واتبع تفاصيل يبدو أن ما تخبئه مياه المتوسط الدافئة من كمية كبيرة من الغاز أعادت الدفاء إلى العلاقات التركية الإسرائيلية فبعد محادثات استمرت لسنوات اتفق الجانبان على إطلاق مصالحة تضمن شراكة سياسية واقتصادية وعسكرية تم التوافق مع الجانب الإسرائيلي على إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة والتلابيب تضمن الاتفاق تخفيف الحصار على غزة والسماح لتركيا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء إجدود الإسرائيلي سيتم إرسال أول دفعة من المساعدات الإنسانية بحجم عشرة أطنان يوم الجمعة القادم وكذلك تم الاتفاق على دفع 20 مليون دولار كالتعويضات لأسر ضحايا قتل سفينة مرمرة إضافة إلى الاعتدار الذي حصل في وقت سابق انتقادات كثيرة وجهت لهذا الاتفاق سيما أنه لا يضمن شرط تركيا الأخير وهو رفع الحصار عن غزة في حين أن تقارير إعلامية أكدت أن إدخال المساعدات الإنسانية يحقق مصالح غزة نحو رفع الحصار قد يكون الحصار الدبلوماسي الذي تعيشه تركيا هو ما دفعها إلى إنهاء القطيعة مع إسرائيل وليس شرط دخول المساعدات سوى مؤشر على عدم تراجع أنقرة عن سياستها تجاه القطاع وأهله أحمد غنام التلفزيون العربي إسطنبول من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بالخطوة المهمة إلا أنه استبعد في تصريحات أدل بها في روما حيث التقى بوزير الخارجية الأمريكية جون كيري استبعد أن يؤدي الاتفاق لتغيير في سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة أعتقد أن هذه الاتفاقية لن تمنع الحصار البحري على قطاع غزة وليس من المهم أي جهة تنتصر المهم أن العلاقات ستعود لطبيعتها بين تركيا وإسرائيل لضمان وصالح الجانبين كما أن كافة المساعدات التي سترسل إلى قطاع غزة من تركيا ستمر عبر ميناء أجدود الإسرائيلي وهذا لم يكن واردا من قبل كما أن التطبيع سيشمل العلاقات الدبلماسية بين البلدين هذا وخلف الإعلان عن الاتفاق التركي الإسرائيلي ردود فعل سياسي وشعبي متباين السلطة الفلسطينية اعتبرت أنها هي المخولة دون غيرها بإدخال أي مساعدات للشعب الفلسطيني بينما أعلنت حركة الجهاد الإسلامية رفضها لما سمته بالصلح والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي من قبل أي طرف عربي أو إسلامي تحت أي مبرر وشكك سكان قطاع غزة المحاصر في قدرة الاتفاق على تغيير وقعهم لأنه بيخدم إسرائيل في الدرجة الأولى ويبقى الحصار في قطاع غزة على ما هو عليه يعني غزة مش بس نقصة أنه محاطة توليد كهرباء أو مستشفى يتعالج فيها الشعب غزة محتاجة أشياء كثيرة غزة محتاجة كثير دعم مش نبس مستشفى وممعبر ودخول وخروج كثير محتاجين أشياء إحنا إحنا إذا كان هذا الاتفاق في نهايته بيؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وانهاء الحصار عن شعب الفلسطيني في غزة فنحن مؤيدين لهذا الاتفاق أما إذا لا يؤدي إلى رفع الحصار فنحن نرفضه اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بحاة المسجد الأقصى المبارك بدعوى تأمين دخول المستوطنين للمسجد وأفد شهود عيان أن قوة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة اقتحمت بحاة المسجد الأقصى براب المغاربة شرعت في إخلاء الساحات من المصلين من كبار السن والشباب وطواقم الإسعاف كما أغلقت باب المصل القبلي بالسلاسل الحديدية في سياق متصلة فدى مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت فجر اليوم أو اعتقلت فجر اليوم 15 فلسطيني في مناطق مختلفة بالدفة الغربية إلى لبنان حيث قتل تسعة أشخاص بينهم أربعة تحريين وأصيب خمسة عشر آخرون في سلسلة تفجيرات هزت بلدة القاع اللبنانية بالبقاع الشمالي قرب الحدود السورية وأفدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني في عداد الجرحة مشيرة إلى أن التفجيرات نفذت بفارق عشر دقائق تقريبا بينما كانت الضاحية الجنوبية لبيروت تتخذ إجراءات أمنية مشددة إثر معلومات عن مخططات لاستهدافها كانت القاع تدفع الثمن أربع عمليات انتحارية متتالية ضربت البلد فجرا مخلفة أربعة قتلى وعشرات الجرحة سمعنا صوت من تجارعنا هويتين طلعنا أنا وعائلتي طلعنا لأنتخنع ويجي عن جيراننا فكرنا شوفنا أبن جيراننا عم استغيث يعني طلنا لعنده وعمت عدم استغيثة هو قال باية روح أشوفه باية قدام البيت راحت أنا وابن عمي لستشهر من الروسي عادنا ننحملنا بره بات السيارة طلنا على الطريق العام نعيد طاعة جيبه سيارة جيبه سيارة بك حدث شوي جي سيارة مخابرات من المركز عيد 150 متر عام وطلت سيارة مخابرات نحي حنوية هنا شوي تلع انفجار الجيش لبناني طوق البلدة وأجرى مدهمات وعمليات بحث مكثفة بهدف إلقاء القبض على انتحاري خامس لا يزال طليقا وطلبت قوات الأمن من المدنيين ملازمة منازلهم إلى حين انتهاء العملية عم نسعف جريح طلعت هاكي بعد خمس متار سبع متار في حدا جاي شكله غريب ومنه من القاع ومش معروف وعلى صدره هوني سحب شي متل صاعي سحب شي من هوني من صدره حسيت انه انتحاري أنا سبات له ضغري لأنا لا يكون هدا سحبت الفرد ووسط له أنا معوصل له وعم برجع وداني عوض كمان ناب الرئيس اوصل له نحن من اوصل الانفجار ذاتنا الانفجار لبرشوي الحمد لله ما حدا سقط بهذا الانفجار ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة لهجمات فمنذ تمركز المجموعات المسلحة على تخوم البلدة تجري عمليات تصد لتسللهم وقد شكل أبناء البلدة وحدات مراقبة ليلية لدعم الجيش المنتشر على الحدود لم يكن الهدف منطقة القاع التي أرادها المهاجمون أن تكون ممرا لهم إلى وجهات متعددة ويبدو أن الهجمات المسلحة عادت إلى الساحة اللبنانية وحدث اليوم أعاد بث الخوف والذعر في نفوس اللبنانيين من القاع جويس الحشخوري التليزيون العربي بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعادت السيطرة على مدينة الفلوجة بالكامل من قفضة ما يعرف بالدولة الإسلامية ما زالت العمليات التي تنفذها القوات العراقية في محيط المدينة مستمرة بتزمل مع عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في الشرقات شمالية كريت راية سوداء ولافتة هنا وهناك هذا ما بقي مما يعرف بالدولة الإسلامية في الفلوجة التي تنتشر فيها القوات العراقية بكثافة وسط تواصل عمليات تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي تقدر أعدادها بالمئات وزير الدفاع يقول أن 90% من البونة التحتية الموجودة في الفلوجة لحد هذه اللحظة جيدة صحيح أن معركة الفلوجة انتهت ولكن القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية في مناطق الحلابسة والبعلوان غربي المدينة حيث يتواجد عناصر التنظيم نظرا لارتباطها بجزيرة الخالدية التي تفصل بين الفلوجة والرمادي منطقة النساف تعد العمق استراتيجي لتنظيم داعش اليوم والمعاقل الأخيرة لتنظيم داعش ربما في المناطق المحيطة لمدينة الفلوجة نعتقد اليوم قد تكون انتهاء عمليات داعش في انهاء تواجده في مناطق النساف والمناطق المحيطة فيها في هذه الأثناء أعلنت رئاسة أركان الجيش العراقي عن توقف عمليات التقدم نحو ناحية القيارة نظرا لتسرب تفاصيل خطة الهجوم عليها استغرقت عملية استعادة الفلوجة خمسة أسابيع كانت نسبة الأضرار فيها أقل من ثلاثين بالمئة وهو ما يسمح بإعادة النازحين من سكانها إلى منازلهم بداية الشهر المقبل طارق مهر التلفزيون العربي بغداد ونشرتنا متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد الفصل تضمر واسع وسط سكان الضفة الغربية جراء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم أهلا بكم من جديد أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن انفجارات أربعة استهدفت نقاط نمنية ومعسكرة للجيش في مدينة المكلة والتي أصفرت عن مقتل سبعة عشر شخصا وجرح العشرات وكانت الانفجارات التي كان أحدها انتحاري قد استهدف وسط مدينة المكلة المعقل السابق لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن فيما استهدفت الانفجارات الأخرى نقاط تفتيش تابع للجيش وفقا لمسؤول أمني يمني ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عشرة طلاب أثناء مشاركتهم في تظاهرة في وسط القاهرة احتجاجا على قرارات تأجيل وإعادة الامتحانات وللمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم الهلال الشربيني وأشرت مصادر صحفية إلى أن قوات الأمن اعتدت بالضرب على عدد من الطلاب والصحفيين المتواجدين لتغطية التظاهر بمحيط ضريحي سعد زغلول وكانت وزارة التربية والتعليم قد ألغت امتحان إحدى المواد بعد إجرائه أمس بعدما تبين أن أسئلته وإجاباتها المعتمدة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل بدء الامتحان بسعد دعا مسؤولون أوروبيون الحكومة البريطانية لتقديم طلب خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي ذلك تفاديا للثأثير السلبي لحالة الغموض إلا أن الأزمة السياسية التي خلفها استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا تجعل الحكومة الحالية لا تستعجل بدء تلك الإجراءات فما هي أسباب تردد البريطانيين في بدء تفعيل المادة خمسون من مثاق الاتحاد الأوروبي ذلك لتأمين خروج آمن لبلادهم من الاتحاد المزيد نتابعه في هذا التقرير اعتمد الاتحاد الأوروبي في مثاقه المادة الخمسين في شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2009 في اتفاقية لشبونة لتنظيم خروج أي من أعضائه الثمانية والعشرين في وقت لم تكن من الوارد فيه فكرة الخروج ست سنوات مرت على الاتفاقية لتصبح المخرج القانوني البريطاني الوحيد من الاتحاد الأوروبي لقد نجح الفريق المؤيد للخروج من دون أن يكون لديه رؤية واضحة للخروج والآن بات من الواضح أن المادة خمسين لا تستوفي إجراءات الخروج الكاملة مع التوقعات إننا نحتاج لما يزيد عن عشر سنوات من المفاوضات المكثقة تتوافق أراء كبار الاقتصاديين أن المادة الخمسين لا يمكن أن تستوفي إجراءات الخروج الكاملة وأن بريطانيا تحتاج بأقل تقدير لعشر سنوات لاستكمال إجراءات الطلاق مع الأوروبيين المرجع حاليا مع تريوث البريطانيين الإعلان الرسمي للخروج مع عدم قدرة أي جهة بريطانية تحمل المسؤولية التاريخية من بنيها وجهاء الفريق المؤيد للخروج أن يدخل الطرفان الأوروبي والبريطاني أولا في تعريف خصائص المادة الخمسين لتعلو بعض الأصوات القانونية مشيرة إلى أن فترة السنتين المحددة هي فقط لإعلان وتحديد أسس الخروج من بعدها تنطلق المفاوضات الشاملة مع التذكير أن سويسرا بدأت مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في عام 1972 نتج عنها ما يزيد عن مئة اتفاقية ثنائية وما زالت المفاوضات مستمرة كان من المتفق عليه قبل الاستفتاء أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة نحو المجهول ومع عدم وضوح الإجراءات الأوروبية للخروج ومن بينها المادة خمسون تزداد حالة عدم الثقة والإرباك من بين النقاط الشائكة بين البريطانيين والأوروبيين يظهر التداخل السكاني الكبير حيث يعيش في بريطانيا ما يزيد عن ثلاثة مليون أوروبي هم على مواقع عملهم أو مراكز دراستهم ولدى دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ما يزيد عن مليوني بريطاني بالتأكيد الخمسة ملايين نسمة بين الطرفين يغطون جميع القطاعات الاقتصادية سيحتاجون الوقت الطويل لإعادة تنظيم حياتهم أيضا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي نشاط بنكي مكثف زادت من خلاله كبرى البنوك الأوروبية من حضورها القوي في مركز لندن المالي على مر العقود الماضية مستفيدة من مرونة قاونين سوق العمل البريطانية عليها الآن مواجهة المرحلة المقبلة مع مخاوفها الواقعية بأن نشاطها سيتبعثر بين المراكز المالية الأوروبية العديدة التي لا يمكن لها منافسة لندن الأمر الذي سيضعف من مكانة المراكز المالية الأوروبية على حساب مثلاتها لا سيمة في دول جنوب شرق آسيا وتعقيبا على دعوات مراجعة نتائج الاستفتاء دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتفادي أي محاولة في البرلمان لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال في كلمة بمجلس العموم إن المؤسسات المالية البريطانية لديها خطط لمواجهة تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طبيعة العلاقة التي يتم ضمانها مع الاتحاد الأوروبي لا بد أن تحددها الحكومة المقبلة لكنني أعتقد أن الجميع يتفق على أننا نحتاج لبقاء علاقاتنا الاقتصادية المتينة مع جيراننا الأوروبيين وكذلك مع شمال أمريكا ودول الكومنولت وشركائنا الآخرين في الهند والصين بالإضافة لبقاء علاقات أمنية ودفاعية مع الاتحاد لضمان أمن مواطنين هنا أثارت أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية غير المسبوقة في الضفة الغربية أثارت عاصفة انتقاذات واسعة من المواطنين هناك توقف على إثرها بيع اللحوم الحمراء وخاصة الخراف بعد وصول سعر الكيلوغرام الواحد إلى 23 دولار تقلير يرى العمل تنتعش الأسواق خلال شهد رمضان بشكل مضاعف عن باقي أيام السنة وتعجب المتسوقين للسلع على اختلافها إلا أن ارتفاع الأسعار وغياب التسعيرة الموحدة للمنتجات الشرائية يقف حائلا أمام المواطن الفلسطيني والسلعة أبرز أشكالات هذا العام ارتفاع سعر لحم الخراف في الأسواق بصورة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني بعد أن وصل السعره إلى 23 دولاراً للكيلوغرام الواحد وزارة الاقتصاد بتبيعهم 75 وإحنا بنبيعهم 90 إحنا بطلنا كمان نربح هم بقول لك لا مجبورين تبيعهم 75 كيف أنا بدأ بيعهم 75 هو بيكلفني 85 يعني أنا أقصر عشر شكل أما جمعية حماية المستهلك الفلسطيني فتعز تفاقم الأزمة إلى عدم طرح وزارة الزراعة التسعير الموحدة للحوم في الأسواق إلى جانب تقصير التجار في استيراد اللحوم الحمراء من الأسواق الخارجية والتي من شأنها سد نقص السوق من اللحوم المحلية كيلو نص البندورة بعشر شكل الجاج نفس الإشعار رمضان بغلى اللحمة هلأ اسمعنا كمان بارتفاع لووصل كيلو الخروف لووصل كيلو الخروف ما منعرفهش غير في المناسبات السعيدة مش عايش مش عايش في هذه الطريقة عشان غلاء الأسعار كتير أغل نهار بشتها برخيصة عبوة خماخم زي ما بقولوا خلين أهلائي كل شي رخيص شرواء ولا تقتصر أزمة غلاء الأسعار على اللحوم الحمراء فقط بل تشهد الأسواق الفلسطينية بشكل عام ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الأخرى بشكل لا يتناسب مع دخل المستهلك الفلسطيني في كل عام خلال شهر رمضان تبرز أزمة غلاء الأسعار في الأسواق ورغم تكرارها بالتفاصيل ذاتها لكن المعالجة بقيت بعيدة المنال رغم المطالبات العديدة بضرورة وضع خطة تضمن توحيد الأسعار وفرد رقابة عليها يارا العملة التلفزيون العربي رام الله بهذا نصل مشاهدين إلى نهاية هذه النشرة زروا موقعنا على الإنترنت العربية كما بإمكانكم ابدأوا أرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة